موسيقى غيرتشود نابوكيرا هي صاحبة موقع إنزال سمكي في ميناء بحيرة فيكتوريا الأوغاندية بدأت نشاط صيد الأسماك في عام 1989 وكانت البداية بقرب مجداف واحد وجدنا مكانا خاليا من الناس إلا أنه كان مليئا بالشجيرات الصغيرة لذا نظفناه وبنينا به كوخ من خشب اليوم تملك السيدة غيرتشود ما يزيد على تسعين قاربا وتوفر فرص العمل لمئات من الناس هنا لقطاع صيد الأسماك أهمية خاصة بالنسبة للبلد فبينما يوفر العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد يخلق فرص عمل للصيادين وأولئك الذين يعملون في حمل ونقل ومعالجة الأسماك وللعديد من السكان المحليين الذين يعملون في تصنيف وتجفيف الأسماك بالشمس تشغل صناعة صيد الأسماك ما يزيد على 1.2 مليون مواطن أوجندي لكن هناك ما يزيد على 10 مليون شخص يقتاتون فعلا من السمك أو يستفيدون من صناعة صيد الأسماك بشكل أو بآخر لذا فهو بالغ الأهمية إذ يستفيد منه كل من الشعب والحكومة الأوجندية تصل العائدات للحكومة المحلية من خلال الضرائب المدفوعة من قبل ما يزيد على ألف موقع إنزال سمكي مثل الذي تملكه السيدة جيرترود مما يساعد على تمويل عمليات المنطقة والآن الأعمال تسير على ما يرام بالنسبة للسيدة جيرترود لكن النجاح لم يكن دائما حليفها ففي أواخر عام 1990 أدى حضر فرد على صادرات أسماك من بحيرة فيكتوريا إلى تدمير الاقتصاد الأوغندي خسرنا السوق في أوروبا وكان استرجاعها عسيرا للغاية لهذا السبب لا نريد تكرار هذه التجربة السيئة لذا علينا أن نعود إلى هيئة التخطيط كان علينا أن نراجع الدستور الغذائي الدستور الغذائي هو عبارة عن مجموعة معايير وقواعد ممارسات وخطوط توجيهية معترف بها دوليا تتعلق بالأغذية والإنتاج الغذائي وسلامته وتجارته تحتفل هيئة الدستور الغذائي هذه السنة بالذكرى السنوية الخمسين لعام 2013 وهي هيئة تم تأسيسها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفيو ومنظمة الصحة العالمية من المهم خلال هذه الاحتفالات إعادت التأكيد على التزامنا بضمان سلامة الأغذية للناس عالمياً والحفاظ على قيمة المواد الغذائية والتعامل التجاري على نحو عادل ونزيه بعد تعرضه لحظر شامل وسعياً للوصول إلى سوق التصدير مرة أخرى كان على قطاع صيد الأسماكي أن ينفذ القوانين المنصوصة عليها وطنياً والمستمدة من الدستور الغذائي تطبق المعير ابتداء من اللحظة التي تصطاد فيها السمكة ونتأكد أن القوارب نظيفة وأن الأسماك تم معالجتها على النحو الصحيح في مواقع الإنزال قمنا بتحسين المنشآت التي يتم فيها إنزال الأسماك لدينا الماء الصالح للشرب ونتأكد من استعماله لتنظيف الأماكن التي تنزل فيها الأسماك يجب تشجع معايير جوتة السمك كلنا نعي أهمية حفظ الأسماك بطريقة سليمة حتى لا يتعرض المستهلك لمشاكل صحية هنا لدينا موقع إنزال وضع رسمياً من قبل جهات متخصصة في معالجة الأسماك والمنتجات السمكية وعندما يصل الصيادون إلى هنا يتم نقل السمك في الأحواض بطريقة صحية لتأكد من عدم تلويث المنتجات السمكية ومياه الميناء إنهم يقومون بالتقييم الحسي كما يقومون أيضاً بمراقبة درجات الحرارة بعد ذلك يسمح بالانتقال إلى مرحلة الوزن قبل أن توضع في الشاحنات لكن وكما ترون في هذا الموقع نقوم أيضاً بالمقارنة المعيارية اتباعاً لقوانين وممارسات النظافة العامة التي ينص عليها الدستور الغذائي لقد منعت كل النشاطات الأخرى هنا للحيلولة دون أي تلوث مشترك كما ترون يتمتع موقع الإنزال بالمياه الجارية التي تستعمل لتجنب تلوث المنتجات يتم تنظيفها هنا ونتأكد أيضاً من أن الموقع يتوفر فيه كل شروط ووسائل النظافة هناك مرحاض هناك غرفة تغيير الملابس للعمال لذا يتم التركيز هنا أساساً على ممارسات النظافة الصحيحة حسب معايير الدستور الغذائي العمل بمنتوج قابل للتلف في مناخ حار يستوجب سلسلة من شروط النظافة والتبريد وهذا يعني أن السمكة سيتم نقله على نحو سليم من مناطق نائية مثل جزيرة بوغالا إلى مصانع التجهيز في أنتيبي وعلى مستوى المصانع نتأكد من أنها تتوافق والمعايير المطلوبة فيما يخص درجات الحرارة وأماكن التداول وكذلك الأمر بالنسبة لوضع الملسقات الإرشادية حتى يتسنى لنا معرفة مصدر المنتوج هيئة الدستور الغذائي تجاهزنا فعلاً بكل الخطوط التوجيهية للممارسات الصحيحة إنها تشكل القاعدة للبرامج الأساسية إنها تزودنا بالخطوط التوجيهية الجيدة حول كيفية العمل بطريقة تضمن نظافة وسلامة الغذاء علاوة على ذلك الدستور الغذائي نظام معطرف به عالمياً وبالتالي يمكننا تصدير منتجاتنا إلى أي بقعة في العالم وهذه هي المهمة الرئيسة لهذه الصناعة يعني أنها تعطي المنتجات قيمة مضافة وأن تجد أفضل الأسواق لتصدير المنتجات إليها يتم جلب عينات عشوائية للمختبر الحكومي بغرض فحصها للتأكد من سلامة الأسماك كدولة كنا نستعمل سابقاً المواد الكيموية في الصناعة السماكية بطريقة غير مسؤولة لذا نأخذ عينات للتأكد من أنها خالية من المخلفات المايكروبيولوجية والمبيدات الحشرية كما نقوم أيضاً بالبحث عن المعادن الثقيلة السامة خاصة الذئبق والرصاص والكاديوم وكل هذه المعايير تمهد الطريق أيضاً للنمو في قطاعات زراعية أخرى حيث مثل الدروس المستفاد منها في صناعة صيد الأسماك التي تجري دراستها لتطبيقها نسعى جاهدين لنقل النجاحات التي حققناها في قطاع صيد الأسماك إلى قطاعات الأغذية الأخرى كالمحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات وذلك بهدف تسجيل النجاحات مماثلة السيدة جيرترود نابوكيرا من أكثر الناس إدراكاً لأهمية معايير الدستور الغذائي لقد لاحظت كيف انتعش القطاع بفضل اتباع المعايير الوطنية وبالنسبة للسيدة جيرترود كان اتباع تلك المعايير مربحاً جداً لقد تمكنت من تمويل دراسة أطفالها الخمسة ثلاثة منهم حصلوا على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال ويديرون محلاتهم الخاصة بالدواجن هنا بضواحي مدينة كامبالا ننتج حالياً ستمائة صندوق يومياً معظم زبائننا من كينيا والجوبا أي من جنوب السودان ومن المناطق المجاورة بكامبالا جاءت فكرة تربية الدواجن لأن المادة الأولية لدينا كانت متوفرة أي مادة الموكيني وهي نوع من الأسماك الصغيرة التي نحصل عليها من المشروع في موقع تنزيل الأسماك ناكاتيبة إنه المصدر الرئيسي لمادة البروتين وهو مهم جداً لدرجة أنه يشكل فيها 70% من علف الدجاج يجري حالياً تطوير سوق خاصة بأسماك الموكيني الغنية بالبروتينات للاستهلاك المحلي وذلك بفضل الدروس المستفادة من خلال تطبيق الدستور الغذائي قبل تشكيل هذه الجمعية كان للناس موقفاً سلبياً حيال استهلاك سمك موكينة كان الناس يدركون أن السمك الموكينة هو غذاء الماشية وهو فعلاً غذاء الفقراء الذين ليس لديهم المال لشراء اللحم لكن الآن أصبح أعضاء الجمعية يطبقون شروط قواعد النظافة التي تضيف قيمة لمنتجاتهم الأشخاص الذين يرتدون القفازات يقومون بمهمة الفرز بعد الفرز نترك الأسماك للتجاف إذا قمنا بتعبئة المواد الغذائية وتغليفها قبل التأكد من خلوها من الرطوبة سيؤدي ذلك حتماً إلى تعفونها وبالتالي إلى مخاطر صحية نقم بوضعها على الرفوف بهدف تجنب تلويذها بمواد أخرى المنتوج جيد وبفضل الشروط النظافة أصبح الآن غذاء للأغنياء في أوغاندا يوجد على رفوف المحلات التجارية الكبرى أسماك المكانة المقلية والمكانة المجفة بأشعة الشمس والزبائن الذين يذهبون للتسوق في المحلات التجارية الكبرى هم أغنياء لقد تحسن الوضع الآن لم يعد الناس فقاراء هنا لم تتحسن الرواتب فحسب بل تطور السوق المحلية تمكن النساء أيضاً من لعب دور هام في قطاع صيد الأسماك كانت تجارة السمك في السابق حكراً على الرجال لكن اليوم النساء أيضاً أصبحنا منخرطات في هذه التجارة وجود السوق لمنتجاتنا يحفز المرأة على بدل المزيد من الجهد نحن الآن متواجدون في عدد كبير من الأماكن لأن منتجاتنا لها علامة تجارية الكل يقول أريد منتجات نساء كييندي منتجات نساء كييندي هي الأفضل اجتماعياً أفلحنا أيضاً في جلب اهتمام المجتمع بالإضافة إلى التحسينات التي جاءت مع زيادة الدخل هناك كذلك فوائد غذائية هامة حسب منظمة الزراعة والتغذية العالمية يوفر السمك ومنتجاته للشعب الأغندي 60% من احتياجاته اليومية من البروتينات لذلك فإن صناعة صيد الأسماك الناجحة لها قيمة خاصة هنا هذه النجاحات جعلت قطاعات أخرى عديدة في أغاندا تستفيد من العمل المشترك مع لجنة الدستور الغذائي لقد قطعت هيئة الدستور الغذائي شوطاً طويلاً نحن نرى مستقبله في محاولته مواكبة متطلبات كل المستهلكين والبيئة وأيضاً الدول الأعضاء هكذا نرى مستقبل هيئة الدستور الغذائي استجابة حكومات الدول الأعضاء للاستفادة مما تقوم به هيئة الدستور الغذائي ستصبح مهمة جداً ليس لزيادة قيمة المنتوجات فحسب بل أيضاً للتمكن من التصرف بشكل سريع في معالجة قضايا سلامة الأغذية على نطاق عالمي ترجمة نانسي قنقر